اشتركوا في القناة طب انا معترف انك ربي وهحلف بعزتك كمان وهطيعك في كل حاجة بس بلاش السجود لادم ادم مخلوق زيك صحيح لكن الامر جه من الخالق فالموضوع ما بقاش متعلق بمين اللي هتسجدله لكن متعلق بالامان بحكمة الامر سبحانه وتعالى يبقى سجد ونفذ ولو ما سمعتش الكلام تبقى ما حققتش العبودية وهتدخل النار مش عشان ادم لكن عشان عصيان امر ربك ورب ادم عشان العلاقة عبودية مش شراكة ولا ندية ومن ساعتها وربنا بيعلمنا في الامر المباشر بس زي الصلاة والزكاة والصيام لكن تسمعوا وتطيعوا للا امركم انكم تطيعوه وده جزء من اختبار عبوديتكم في الدنيا اختبار عظيم هشوفكم هتنجحوا فيه ولا هتقولوا زي ابليس نطيعك ماشي لكن نطيع اللي امرتنا بتاعته لأ عشان كده الكبر كان طريق للكفر فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وتيجي الشريعة تقولنا ان كل واحد له دور مختلف عن الاخر امتيازات للذكر مش عند الانثى امتيازات للانثى مش عند الذكر ربنا يؤمرك كابن ذكر تطيع امك الانثى وتخفض لها جناحة ذل من الرحمة والنبي يقولك الزم قدميها فثم الجنة ذل ولزم قدميها ايوا نفذ من غير ما تعترض ربنا يؤمرك كأنثى تطيع زوجك الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من اي ابواب الجنة شئتي يؤمرك ما تخرجيش غير باذنه وما تصوميش نوافل وهو موجود الا باذنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه وقال صلى الله عليه وسلم اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا لهم يعني واجب عليك تستأذيني لما تخرجي وواجب عليه لو استأذنتي عشان تروح المسجد يأذن لك هو ينفذ وانت تنفذي مفيش حد يقول ليه وش معنى واجب على الذكر انه يطيع الانثى زي حالة الام وواجب على الانثى انها تطيع الذكر زي حالة الزوج ساعتها طاعة المخلوب مش هتكون لذاته هتكون طاعة لربنا تبارك وتعالى طبعا فيه ضوابط لطاعة الزوج هنعمل عنها حلقة زي حلقة ضوابط طاعة الوالدين اللي عملناها من حوالي سنة الشرع يقول للأب الذكر ان زوجتك الانثى احق منك ببر اولادها تلات مرات ما تقولشش معنى لو انت رأت في السرير من السرطان او مشلول مش معفي من الصلاة لو مش قادر تصلي واقف تصلي قاعد لو مش قادر تتحرك خالص تصلي ان شاء الله بعينيك لكن المرأة يجي لها الحيض تريح من الصلاة تماما حتى لو مش حاسة باي قلام وما تقضيش الصلاة كمان اجازة شهرية بتوصل لاسبوع واكتر مش عجبك وهتقول لي فين المساواة ان شاء الله ما عجبك ما هلها هيعجبك مش هيعجب غيرك ولو الامر موافق لهوى كل الناس يبقى فين الاختبار انت عبد تسمع وتطيع ربنا يقولك يا انثى انك هتغدي نص نصيب اخوك الذكر في المراث تسمعي وتطيعي والراجل ياخد في حالات كتير اقل من اربتو الانثى في المراث وملوش حق يعترض او يحرم البنات من المراث زي ما بيعمل بعض المتخلفين وربنا بيقول للمسلمين ولا تتمنوا ما يفضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا ربنا يوجب عليك كراجل تدفع مهر لزوجتك وما يجيبش عليها تدفع جنيه يفرض عليك تجيب شقة او هي مش مطلوب منها تدفع ايجارها او تمنها يفرض عليك تشتغل وتصرف عليها وعلى ولادك وما يفرضش عليها تحط مليم في البيت حتى لو معها مليون جنيه وهنا نقطة مهمة جدا انا مليش دعو بالمجتمع المصري او اي مجتمع تاني بيعمل ايه اعرف المجتمع في كتير منها مخالف للشرع ولازم تغييره انا جاي اقول لكم اللي الشرع بيقوله بس المجتمع ما بينفسش كتير منه انا برد على اللي بيعترضوا على الشرع وبيقولوا الشرع ظالم عشان ما فيهوش مسواه ايوا الشرع ما فيهوش مسواه لان الشرع فيه عدل والعدل غير المسواه ربنا يؤمر الراجل امرين كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم في الاية اللي بعدها يؤمر المرأة بالامرين وعليهم اوامر تانية موجهة لها لوحدها مش للرجال زي الخمار واخفاء الزينة والشرع اوجب على الراجل الجهاد يبقى رايح يقاتل وعارف ان احتمال مايرجعش او احتمال تطير رجله او ايده لدرجة ان ربنا قال للمؤمنين كتب عليكم القتال وهو كره لكم كل ده والست قاعدة في بيتها ومعليهاش جهاد اسمع وقطع حرام عليك تتجوزي اكتر من واحد في نفس الوقت ومباحله اتجوز اربعة تسمعي وتطيعي واجب على الراجل يصلي الجمعة في المسجد والست صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد مسموح ليك تلبسي دهب وحرير وحرام علي يلبسهم اسمع وقطع عورتك اكتر من عورته هو يكشف شعره وصدره وانت حرام عليك تكشفيهم اسمعي وقطيعي للزوج حق تقديب الزوجة الناشز بالضرب غير المبرح زي ما بنسميها الزغدة والام الانثى لها حق ضرب الابن الذكر على الصلاة من سن عشر سنين فالقضية مش قضية ذكورة وانوثة قضية ادوار ومسئوليات وضعها الحكيم الخبير زوجك مش قائم بواجبات وكراعي او نازل فيك ضرب ربنا جعلك مخرج في الطلق للضرر وتكدي حقوقك وتتجوزي واحد تاني يديك مهر جديد ويصرف عليك هتقولي للمجتمع والقانون نرجع تاني نقولك كده مشكلتك مع القانون مش مع الشرع فما تقوليش الشرع ظلمك تعرضك لتجربة شخصية او احتكاكك بتجارب كان بعض الاطراف فيها مش بيلتزموا بالشرع ما يسمحلكيش تقولي الشرع ظالم ولا يسمحلك تعدلي في الشرع عشان بعض الرجال بتستخدموا غلط عدلوا المجتمع بدل ما تلعبوا باحكام الشرع فالمسألة مش حرب يا ست ما تبقيش مستعدة تشتغل سكرتيرا عند راجل وتاخدي الاوامر وتنفزيها وانتساكت عشان مرتب وتيجي تقولي طاعة الزوج استعباد وزل اعتبري الفلوس اللي بيصرفها زوجك مرتبك واعتبري رئيسك في العمل ما الزوج برضو بيستحمل كتير عشان المرتب اللي يوفي بيحققكم عليه هم كام سنة عايشينها على الارض كل واحد له ورقة امتحان مختلفة عن زميله الورقة دي فيها ابتلاءات عنده مش عند زميله اوامر له مش لزميله حاجات مباحة له مش مباحة لزميله ولا يظلم ربك احدا لا يظلم لان كل ورقة تكلفتها في حدود تكوين صاحبها النفسي والجسدي ولا يظلم لانه كله بثوابه بص في ورقتك وحليها صح عشان تنجح وتدخلي نعيم دائم لا ينتهي لكن لو قعدت تحقدي على زميلك الوقت هيسرقك ومشت فوقي الا والورقة بتتسحب منك طب ايه اللي يخليك تستحملي كل ده اللي يخليك تستحملي هو نفس اللي يخلي الراجل يستحمل التكلفات اللي ربنا عفاك منها اللي يخليكم تستحملوا ان ربنا بيقول اعددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انك تدخلي جنة موضع الصوت فيها يسوي الدنيا بعربياتها وقصرها ودهبها ومصيفها انك بعد حر الحجاب وتعطيك لزوجك وصبرك في الدنيا تدخلي جنة تحلف من نعيمها انك ما رأيتي في الدنيا بؤسا قط تنسي كل تعب وكل ألم عشتيه في الدنيا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا اشتركوا في القناة